تحتفل محافظة الفيوم وبانيسويف في الخامس عشر من شهر مارس من كل عام بعيدهما القومية والذي يخلد ذكرى تضامن شعبية المحافظتين مع ثورة 19 وفي السنوات الأخيرة أولت الدولة اهتماما بالغا بتطوير مناحي الحياة بالمحافظتين المهمتين لا سيماء القرى الأكثر احتياجة بهما وحرص صندوق تحيا مصر على تنفيذ العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية بالمحافظتين حيث استفادت محافظة الفيوم من المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجة والتي شارك من خلالها الصندوق في رفع كفاءة وإعمار 1100 منزل في 43 قرية كما استفادت بانيسويف بتطوير 1790 منزلا في 57 قرية كما نفذ الصندوق العديد من المبادرات لخدمة الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظتين واستفاد منها نحو 327 ألف أسرى بمحافظة الفيوم وما يقترب من 150 ألف أسرى بمحافظة بانيسويف وقد وفر الصندوق أيضا جرعات علاج فيروسي لنحو 3090 مواطنا بمحافظة الفيوم و18767 مواطنا بمحافظة بانيسويف ذلك بالإضافة لتنفيذ المبادرة الرئاسية كلنا جنبك لرعاية مرضى الفشل الكلوية بالمحافظة طيناء